تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 117 قضية تموينية بمضبطات قرابة 499 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 163 طن سلع غذائية مختلفة وفي مجال السلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 211 طن سلعة مدعمة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 33 طن سلع مختلفة و36.500 لتر مواد بيترولية و19.250 قطعة مستلزمة طبية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 28 طن أسمنت وقرابة 63 طن حديد تسليح